احنا جايين النهار ده ناخد حقنا ونقيم الحد على كل الرجالة والابهات بقى كمان بالاخص او بالذات اللي مراتتهم يا جماعة كل ما اتكلمهم فحاجة سواء ليها او حتى للاولاد ومشاكلهم الرد على طويل بيكون ايه? اه سبيني دلوقتي انا مضغوط في الشغل انا حاسس بضغط انا عندي شغل كتير انا عندي مشاغل وحاجات كتير. طب طبيعي. صحنا النهار ده جايين نتكلم بصوت كل ام دلوقتي اعدى في بيتها بتصوت بسبب الموضوع دي. وانتكلم برضو بكل صوت ام بعادي. ما طبيعي انت نفسك هو بتقولي هو انت شوفي بيقضي كام ساعة برا البيت ده لو بيشتغل شغلانة واحدة وفي ناس بتشتغل اكتر من شغلانة وحتى اللي بيشتغل شغلانة واحدة ساعات بيقعد عدد ساعات اطول فبالتالي يعني مش مفترض يعني نتحمل عليه او. لا يا كريم برضو هي مش بتتقس كده لان في برضو خلينا نقول ان بعض الستات او دلوقتي اغلب الستات في الفترة دي بتشتغل وكمان بتخلي بالها من الاولاد ومن البيت وهكزا وحتى لو مش بتشتغل برضو. لا ايوا بس خلينا بنتكلم وبنطبق مثالنا على الستات اللي ما بتشغلش واحدة في البيت. لأ ما انا لسه برضو هقول لك ان دلوقتي حتى لو هي مش شغالة واحدة في البيت فهي قاعدة بتعمل ايه? بتخلي بالها من مسئولية الاولاد بالكامل ومن البيت ومن الاكل وغير وغير ومن المسئوليات يعني مش قاعدة فاضية مثلا فاضية ما بتعملش حاجة هي عليها مسئوليات كتير. وبعدين الراجل لما يروح البيت يستغرب لما يلاقيها قاعدة بتصوت وعندها بقى حاجات كتيرة وضغوطات كتيرة. لا معلش انتو ربنا خاطت فيكو حاجات كتير تقدروا تعملوها. يعني انتو تقدروا تعملو اكتر من حاجة. احنا كرجال ما بنعرفش نعمل غير حاجة او حاجتين بالكتير. ايوة انا هجزب. انتو بتعرفوا عمل غير حاجة واحدة او حاجتين. انتو تعرفوا تاخدوا بالكم من البيت. تعرفوا تاخدوا بالكم من البيت. من الاكل. من الشرب. وحتى على فكرة ده كمان الكلام دوت بيطبك على الست اللي بتشتغل اكتر. اللي بتشتغل وبتهتم في نفس الوقت بالبيت. يعني عندك الابشن. يعني انت دلوقتي مع فكرة ان الراجل او الاب ما يشاركش لو هو عنده مسلا مسئوليات كتيرة. لا طبعا. ما يشاركش بتربية الاولاد. لا طبعا. ازاي? انا بس اللي قصده ان الراجل عمتا بزي الستات. يعني احنا ما بنعرفش نزن كتير. ما بنعرفش نتكلم كتير. احنا من كتر ما احنا ما بنقدرش ان احنا نتكلم. ولا نفض فض. ساعات الموضوع بيوصل معنا لمرحلة الاكتئاب. ده بجد. ده معظم الرجال على فكرة وفي جميع الاعمار. لكن فكرة المساهمة اه مع في فكرة تربية الاولاد. لا طبعا بالنسبة مليار في المية. لازم الاب يكون لدور. لازم الاب يكون لي ايجابيات كتيرة جدا في البيت. لازم الاب يكون حنون بيعرف يحتوي الاسرة بشكل اما لو ازاي يا رب الاسرة يا رب الاسرة دي بالبنك نوت بس بالفلوس. لا.